مشاهدين اكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام النهاردة مصر بتحتفل بالذكرى غالية جدا في سجل الوطنية المصرية واللي ضربت فيها اربع الامثلة على التضحية والفداء من اجل ارض الوطن وهي معركة الاسماعيلية اللي وقعت في 25 يناير عام 1952 اللي راحضة حياتها 50 ضابط و80 جريح بعد الرفضة الضابط مصطفى رفعت تسليم محافظة اسماعيلية الى قوات الاحتلال الانجليزي والحقيقة من منذ هذا اليوم ظل هذا اليوم هو يوم للتاريخ يوم يحتفل به المصريين جميعا لتكسيد الابطال وتكسيد مشاهد البطولة الحقيقية اللي قدمها الابطال من رجال الشرطة والحقيقة النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي كان مشارك وشاهد احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الشرطة التسعة وستين والرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة قرم اسر شهداء ابطال رجال الشرطة وايضا قرم بعض من قيادات وزارة الداخلية اللي قدموا دور كبير جدا في تحقيق انجازات وتحقيق التصدي للارهاب والحقيقة وزارة الداخلية والجيش المصري قدموا العديد من التضحيات من اجل التصدي الى الارهاب ومن اجل ان يكون هناك استقرار للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة خلال كلماته وجه العديد من الرسائل المهمة جدا من ضمنها كان تحدث عن ثورة 25 يناير ان هو هذه الثورة كانت لشباب طموح يأمل الى مستقبل افضل والحقيقة ان طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلماته وجه الشباب ان يشارك في خطة الاصلاح الاقتصادي من اجل ان يكون هناك تنمية واستقرار ومن اجل ان يكون هناك مستقبل افضل للمصريين ايضا الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث النهاردة ايضا عن ان تتطرق ايضا في حديثه ان عن مشروع تطوير الريف المصري تطوير الريف المصري اللي بيهدف هذا المشروع الى تطوير كرة الريف وان تكون في افضل ما هي عليه الان وده هيستفيد من هذا المشروع من نحو من خمسين الى خمسة وخمسين مليون مواطن مصري والحقيقة ان الرئيس السيسي اكد ان هذا المشروع سيتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات ولكن تحدث عن ان هناك مبالغ كبيرة نحتاجها لهذا المشروع ويتغلب جميع مؤسسات الدولة حتى المصريين ورجال العمال بان يشاركوا في هذا المشروع من اجل انه يكون هناك حياة كريمة للمواطنين في كرة الريف والحياة كلنا لو تشوفنا كرة الريف هنلاقي بتعاني من نقص في الخدمات والدولة المصرية والكهداة السياسية وضعت خطة محكمة من اجل تطوير الريف من اجل ان يكون هناك حياة كريمة للمواطن المصري ايضا هذا اليوم سنظرنا تحتفل به 25 يناير يوم تحرص فيه دائما الدولة المصرية على تقريم ابلاءها من الشرطة اللي ساهرين على امن ودفاع على امن الوطن وحماية الوطن من اي معتد والحقيقة النهاردة يعني سيظل هذا اليوم تاريخ صنعه ابطال وتورصه الاجيال وسيظل علامة بارزة للتضحية وسيظل نذكره دائما للاجيال والاجيال ولن ينسى المصريين هذا اليوم الذي قدم فيه رجال الشرطة اروع الامثلة في الفداء والتضحية والدفاع عن ارض الوطن اشتركوا في القناة